لا صوت يعلو فوق صوت منتخب مصر قبل ايام من انطلاق كأس الامم الافريقية في كونديبور اليوم وكل يوم هنتكلم عن منتخب مصر هنتابع ونرسل اخباره وتحركاته ومشواره في كأس الامم الافريقية قبل ساعات بدأ معسكر منتخبنا الوطني في العاصمة الادارية الجديدة تحت قيادة البرتغالي روي بيتوريا المدير الفني لمنتخبنا وبحضور 26 لاعب باستثناء لاعب واحد فقط لكنه مش اي لاعب ده نجمانة محمد صلاح اللي هنضم ان شاء الله يوم الخميس القادم للمعسكر علشان تكتمل السورة الجميلة للمنتخب 27 بطل زي ما قلنا شايلين على كتابهم حلم مئة مليون مصري وعنيهم كلهم على كاس المدينة موسيقى 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 اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 دخلنا في الجد يا جماعة منتخبنا الوطني النهاردة بدأ معسكره لكأس الامم الافريقية ان شاء الله بإذن الله بإذن الله ربنا يكرمنا بعد شهر وشوية من دلوقتي بعد نهاء البطولة بإذن الله وإحنا بنقول مبروك لمصر والله فرحتونا والله وعملوها الرجالة بإذن الله والله الحلم مش بعيد اه ولازم تبقى فاهم ولازم تبقى عارف ان المنافسة صعبة صعبة جدا انت منتخب مصر عندك منتخب محترم نعم عندك تاريخ كبير وعظيم هو الأهم في الكرة الأفريقية نعم بس انت بتلعم مع منتخبات عندها نفس الطموح ونفس الرغبة وكثير من الإمكانيات الكبيرة اهكو الدفوار المستضيف على المنتخب الناجيري على السنغالي على الغاني على الجزائري على المغربي منتخبات كلها تيلة أوي تيلة أوي وبالتالي ان شاء الله ربنا يكرمنا النهاردة بالمناسبة صور الملعب الملعب اللي موجود في العاصمة الإدارية الجديدة اول ظهور ليه يعني حاجة تفرح هاتولنا يا جماعة صور الملعب هاتولنا كده فول سكرين كده ونشوف صور الملعب قد ايه تفرح بص يا جماعة اه من داخل الملعب بص الملعب بص المدرجات بص الجمال كمل الصور فيه كمية تفاصيل مهمة جدا في الملعب ملعب عالمي ملعب عالمي تسلم ايد الناس اللي شاركت في هذا الصرح العظيم يضاف لأماكن ومنشآت منشآت رياضية كبيرة وعظيمة في مصر شيء مدهش شيء رائع حلو منشآت الرعب منشآت الرميس القادم منتخم مصر خلاص هم دول اللي موجودين في المنتخب الناس هم دول اللي حيني لعبك السلام الأفريقية ما ينفعش لاعب يبص على حد كاتب وما تفكرش انهم مش بيبص بيبصوا بيقعد يقلب على السوشال ميديا زي ما انت بتوقع تقلب كده ما تحسسوش انه اقل من اي لاعب ده انا رايح امثلك ده انا رايح اجيب لك البطولة ده انا رايح اعب واتعب عشان اجيب لك البطولة فكلهم ابطال ما تقولش بقى ده احسن وده اوحش 27 دول ان شاء الله يرجعوننا بالكاس معاي عبر الهاتف الان واحد من اهم المدربين المصريين في السنوات الاخيرة واحد من اهم الناس لدائما وابدا حدثها فيه كل الاحترام والاخلاق لاعب رائع مدرب قدير كابتن الكبير كابتن عبد الحميد باسيوني المدير الفني لفريق طلاع الجيش يا كابتن عبد الحميد مشرف ومنور وكل سنة وحضرتك طيب حضرتك طيب يا كريم وقصرتك بخير وكل مشاهديك بخير وسنة سعيدة عليك يا رب وعلى كل المصريين يا رب العالمين انا بشكرك بشكرك من قلبي على كلامك الجميل واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان نكون دايما عند حسن الضم وان شاء الله باذن الله اشوفك دايما متألق ومتميز كالعادة انت واحد من افضل الناس اللي موجودين على التاحة ان شاء الله باذن الله باذن الله دايما كده متميز ومتألق ان شاء الله اشكرك شكرا جزيلا كابتن عبد الحميد وعلشان حراك دخلت معي وانا اتحدث عن منتخم مصر فابدأ بمنتخم مصر الاهم من كل الاندية قبل ما اتكلم كمان عن طلاع الجيش منتخم مصر وبداية رائعة النهاردة باذن الله في معسكره قبل كأس الامم الافريقية تقول ايه لمنتخم مصر قبل هايز البطولة والاعاب منتخم مصر والجهاز الفني وتقول ايه الجماهير كمان جماهير الكرة في مصر وهو مطالب دايما بالمساند يمكن انا هاخد من كلام حضرتك الكلام الاخير اللي انت ذكرته اللي 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 كلام طلع من قلب وواصل لكل قلوب المشاهدين فهو ده الكلام اللي المفروض نتعامل معاه كل واحد فينا عنده افكار وكل واحد فينا عنده لعيبة من وجهة نظره هو بيشوف ها الاحسن وبيشوف لها احق وبيشوف وبيشوف ما بيخط ش نفسه مكان المدير الفني اللي شايف من وجهة نظره هو ان دول افضل اللعبة بالنسبة لي وقدرين انهم يقضوا لي في الفترة دي الفكر التدريبي اللي انا محتاج صحية فوجب علينا جميعا الاحترام وان احنا نحترم اختيارات المدير الفني بالشكل اللازم للتأدير اللي هو الدعم الكامل لجميع اللاعبين والمساندة من قلوبنا ودعوتنا القلبية لهم بالتوفيق وانهم يرجعوننا بالبطولة وحشتنا كتير وما خدمهاش بقالنا فترة وثقاتنا فيهم لازم تكون كاملة في جميع اللاعبين في جميع اللاعبين الموجودين ثقاتنا فيهم ولهم مننا الدعم والمساندة والدعوات الخالصة ان ان شاء الله ربنا يكون معاهم ويكون موفقهم باذن الله وكل الدعم للجهاز الفني واللاعبين وان احنا لا نملك الان الا زي ما حضرتك قلت المساندة الكاملة وانهم يجدوا من جميع الجمهين المصرية اللي دايما بنحتاجها ودايما في وقت البطولات هي المساندة الاول رقم واحد دماث وانا بشكر اللاعبين انهم وبتمنى لهم انهم يكونوا ان شاء الله على قد المسئولية وان شاء الله باذن الله منتخبنا يرجع لنا من كد بوار حاصل على بطولة الامم الافريخية بإذن الله على حسب رؤيتك كده القرق الافريقية دلوقتي والمنتخبات اللي فيها من المنتخبات اللي شايفها تنافس منتخب مصر على هذه البطولة يمكن انا عندي ثلاث منتخبات شايف انهم مع منتخب مصر بيمثلوا الرباعي اللي واحد منهم مش هتخرج البطولة من خلالهم انا بتكلم كفاني طبعا طبعا رقم واحد اللي بترناه من قلب الدماطس 100% ترجع لما بتكلم على منتخب زي منتخب المغرب منتخب قوي جدا صحيح بتكلم على منتخب زي منتخب الجزائر زي منتخب زي منتخب السنئات ثلاث منتخبات انا شايفهم مع منتخبنا الوطني يعني هم ابرز المرصحين للفوز بلقب البطولة الافريخية وان كان مصر دايما يبتيجي رقم واحد في الترشحات صحيح طيب فأتمنى من الله سبحانه وتعالى ان ربنا يوصقنا ونرجع ببطولة وحاجتنا يا كابتن كريم 100% والله يا كابتن عبد الحبيب من 2010 يعني احنا انا نبرح وانا بقول الارقام 2010 وانحنا الوقت 2024 14 سنة في بعض المنتخبات بتوعة اكتب من 14 سنة متخدش كالسلام الافريكية بس احنا بالنسبة لنا 14 سنة ده كتير اوي كتير اوي كتير اوي طيب وحاصة ان احنا لنا الرياضة يعني مية في المية كابتن عبد الحبيب عايز اروح بقى لطلاع الجيش الكيميا شغالة حلوة اوي مع طلاع الجيش يا كابتن عبد الحبيب ما شاء الله عن نتائج رائعة جدا منذ بداية الموسم صحيح خسارتين كده كانوا مفاجئين امام المقال العرب واسموحة بعد كده ترجع تفوز على زيد اللي ما كانش يخسر اي مباراة في الدوري وتحقق قدامه فوز وترجع تاني تبقى في مكانك ويسف جدول ترتيب الدوري أرقام عظيمة جدا في الدوري هذا الموسم والله يمكن الحمد لله والشكر لله يمكن انا ببارك من خلال عبرتك في مجلس ادارة النادي والجهاز الفني والطب والإدارة واللاعبين عايز اقولك ان احنا فرطنا في مباريات كان احنا لنا الافضلية فيها يعني مباراة المقاولين انت نزلت المباراة في الديئة التانية انت معك هدف متقدم بس اللاعب المصر لما بيستسهل الامر ويستسهل الشيء اللي هو شايف انه كان صعب بالنسبة له انه قادر انه هو بسهولة يوصله فتلاقيه تراجعه وتلاقيه انه هو فكان درس كبير جدا ماتش المقاولين انما لما تيجي تشوف حضرتك مباراة سموحة لا مباراة سموحة قدمنا والله يا كابتن كريم مردود فني عالي جدا جدا وصلنا المرمى سموحة باكتر من فرصة وكان ضربة الجزاء اللي كل الناس يعني انا ما بتتكلمش دايما على المكان بس كل الخبراء التحكمين اللي بيطلعوا في الاستوديوهات يحللوا حللوا اللعبة ان ما ليس لها علاقة بضربة الجزاء فبقول اما اكسب من سموحة الروح القتالية اللي كان عليها اللاعبين وانهم قدوا مباراة كبيرة اللي هي كانت منعكسة عليهم في مباراة الزد وان يطلع المسؤولين في نادي الزد اللي انا بوجههه من خلال حضرتك كل اللي احتراموا التأدير للكابتن وليد صلاح الدين مدير الكورة والكابتن مجد عبد العاطو وكل المسؤولين على نادي الزد لما يطلعوا الشيد وبأداء نادي فلاع الجيش وهم المنافسين ويقولك انهم كانوا الأحق فلهم مني كل التحية والتأدير وبقولهم انتوا عاملين حالة كبيرة جدا جدا في الدوري ومشيين بخطة ثابتة فكل التوفيق لهم انما بتكلم على ان فازم ان استحق الفوز في هذه المباراة فالحمد لله والشكر لها على النتائج خلال المرحلة الأخيرة وكان كمان الفوز جاي فيه قبل توقف كبير للدوري فيدي لعبتنا الصيخة ويديها ان شاء الله بإذن الله الاستمرارية في الدوافع ونخلالهم منوصل للسنة دي ان شاء الله لمكانها تليق باسمه ومكان الطلاع الجيش بمناسبة مكان الطلاع الجيش طلاع الجيش معاك انت كان واخد سوبر 2020-2021 وداخل على كاس الربطة هل بتعمل ان يكون فيه بطولة تانية مع طلاع الجيش بتمانة كافرين كريم بتمانة كل الفرص للجميع الأندية المشاركة بكاس الربطة متساوة كل الخصوص متساوة كل واحد بيمني نفسه ان انا ليه لأ ان انا قادر في عدم وجود الاهلي في عدم وجود الزمالك ليه لأ ما بقاش انا بطل الربط كنت عسالك كابتر عبد الحميد عدم وجود الاهلي او اعتزال الاهلي والزمالك عن هذه البطولة دي حاجة مريحة ليك ومريحة الباقي الاندية خالص يعني هما طبعا ذهم القادر لما بيبقوا موجودين في اي تواجد لاي بطولة هما طبعا الاسمين الرقم واحد في الترشحات صحيح انما انا بتكلم ان البطولة مش مختزلة في الاهلي والزمالك فقط لا ده فيه اندية كبيرة جدا موجودة بتمني نفسها انها تفوز بيها يعني انت بتتكلم في السنة دي عندنا فرق ما شاء الله مدعمة نفسها وعندها سكواد كبير فكل واحد بيحلم بالبطولة صحيح طبعا هو عدم وجودهم ادى افضلية للاندية دي بنسبة كبيرة انها تمنى نفسها بالفوز بالبطولة يعني انا انا هلالك بشكل اسهل يعني ان كل الاندية اللي موجودة دلوقتي في البطولة بقت مرشح اول للفوز بالبطولة لو كان الاهلي لو الاهلي وزمالك موجودين هما المرشح الاول وبعد كده تيجي بعد ده كل الاندية اه بالضبط كده يا كبير فانت بيتدخل البطولة انا مرشح اول عادي جدا مرشح اول زي زي كل الفرق يعني كل الفرق لها نفس الحظوظ اللي هي بتمني نفسها ليه لأو خاصة كمان مؤهلة لبطولة السوبر صحيح صحيح ودي زي اهمية فيبقى عندك بطولتين كل الاندية بتمني ليه لأ ليه بكونش انا صحيح طيب بتمني ان شاء الله يكون طالعي على الجيش يعني منافس خوة على البطولة ان شاء الله كابتان عبد الحميد ما شاء الله بقى عندك اكتر من لاعب علي العين وكلهم لعيبة مميزة في طرق الجيش واعتقد ليك فضل وليك جزء من الفضل في هذا الامر بجانب مستوى ومجانب الادارة محمد شحات تحديدا كتر عليك كلام الفترة اللي فاتت وعن انتقاله النادي الزمالك هل محمد شحات ممكن يرحل عن طرق الجيش في يناير ام على الاقل مكمل لنهاية الموسم والله يا كابتان كريم لم يصم اي عرض رسمي لاي لعب لاي لعب كل اللعيبة على اعلى مستوى الحمد لله الجميع متميز شحات من اللعيبة اللي لها مستقبل كبير جدا 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 وعنده امكانيات عالية واحنا ما جناش اي عرض رسمي عشان نبت في الموضوع يعني ما نبتش في الموضوع احنا ما جناش فيه اصلا عرض رسمي دلوقت في الفترة اللي احنا موجودين ممكن يكون فيه في بداية الموسم كان فيه كلام انما حاليا لا مافيش وما كانش برضو من الزمالك فقط كان منعدة الانبيات اخر انما الان مافيش عندنا اي عرض اي لاعب رسمي على المستوى الرسمي طيب بالمناسبة بقى كابتان عبد الحميد يعني اكيد انت نفسك شحاتة يكمل معاك لنهاية الموسم ويكمل معاك لنهاية الموسم اللي بعد كده ونفسك كل لعبة اللي طرع الجيش يكمله بس شحاتة اللي بيميزه كلاعب وسط لو انتقل للزمالك او غير الزمالك هيبقى مفيد للفرقة اللي هيروح لك لا ابا حمد شحاتة مستقبله كبير ولعب لسه في بداية حياته القروية بيملك من الامكانات الفنية الكثير والكثير لعيب عنده خلول ومشاء الله يعني حيوية ونشاط وامكانيات فنية عالية جدا جدا وهو يفيد اي لاعب يفيد اي نادي لاعب يفيد اي نادي صحيح فاحنا بنتمنى ان شاء الله في الفترة اللي جاية ان هو يتميز معانا اكتر واكتر وان شاء الله باذن الله باذن الله في الوقت المناسب وحسب العرض اللي هيتقدم لمجلس ادارة نادي طلاع الجيش وطلاع الجيش يشوف فيه مصلحة النادي طبعا ان شاء الله باذن الله مش هيتأخر عن لعبته لان دايما احنا بتفج لعبتنا وبنقدرها وبنحترمها ودايما بنشوف لها الاحسن والافضل انما 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 جاعة واحد من اللاعبة اللي مفيد لاي نادع على المستوى الفني صحيح الى من اللي جاية في تدعمات لفريط طلاع الجيش ان شاء الله باذن الله بس ساعتبقى في قضيق الحدود لان الحمد لله والشكر الله معانا مجموعة من اللاعبة المتميزة بكل مكان فلو كان في تدعمات مش هتخرج عن واحد او اتنين فقط لانه ان شاء الله كابتن الكبير كابتن عبد الحميد بسيوني المدير الفني الفريط طلاع الجيش انا بشكرك شكرا جزيلا ودايما ضيف عزيز كريم واحمل الناس اللي بحترمها للغاية بصراحة يا اهلا بحضراتكم مرة اخرى نروح بقى لأخبارنا ونبدأ به النادي الاهلي مصدر في النادي الاهلي قال لنا وحكالنا في رقم عشرة حكاية مروان حمدي بص الاهلي عايز مروان حمدي ده اكيد اكيد بس النادي الاهلي طلب من مروان حمدي انه يخلص نفسه الاول من النادي المصري يعني ايه يكن النادي المصري عارض مروان حمدي للبيع فمثلا المصري عايز في مروان حمدي عشرين مليون جنيه فالنادي الاهلي قال له والله يروح يتفعل عشرين مليون جنيه للنادي المصري افسق عقدك وتعالى حمدي معاك ببساطة شديد لكن الاهلي مش هيشتري مروان حمدي من النادي المصري هو عايز مروان حمدي خلص نفسه الاول وبعد كده هو يخش مع مروان في تفاوضات العقد بتاع اللاعب يا حكاية حكاية تانية النادي الاهلي رفض تماما تماما مقترح من وكيل محمد الضاو كريستو انه يتم فسخ التعاقد بين اللاعب والنادي الاهلي بالطراضي ويرحل اللاعب عن الاهلي مجانا النادي الاهلي اشترط انه اللاعب يرحل عن الفريق او النادي بشكل بيع نهائي عن طريق النادي او على سبيل الاعار لكن فكرة انه انا افسخ التعاقد مع كريستو كريستو هو يشوف اموره الكلام ده مرفوض تماما في النادي الاهلي وانت عارفين انه واضح ان مارس الكولر مش مقتنع بكريستو مش مقتنع بكريستو خالص خالص يعني طيب الاهلي كمان مستني عرض رسمي يجيله لاليو دينج خلال الساعات القليلة القادمة اليو دينج بلغ النادي الاهلي ان فيه عرض رسمي هيوصل للنادي لضم اللاعب النادي الاهلي مستني العرض الرسمي عشان يشوفه ومش هيسمع ليه كلام الوكلاء فقط يعني فيه وكلاء بيقول كلامه عن النادي الاهلي ده فيه نادي فلاني عايز اليو دينج ده فيه نادي علاني عايز اليو دينج وهيدفع كم مليون هو النادي الاهلي قال له من دوني عرض رسمي وبعد كده اتكلم فيه واقول والله الرقم ده عاجبني الرقم ده مش عاجبني انا عايز اكتر وهكذا فالاهلي بحسب اليو دينج ما بلغ النادي الاهلي انه هيجيله الاهلي هيجيله عرض رسمي بخصوص اللاعب خلال ساعات قليلة او خلال ايام قليلة الزمالك من أخبار الزمالك يعني توصل الاتفاق مع الغاني بن يمين تشنبونج لاعب الفريق السابق اللي لراجل ليه مستحقات متأخرة لدى النادي مقدرة بـ 270 ألف دولار نادي الزمالك اتفق مع اللاعب ومحبيه على سداد المبلغ على دفعتين دفعة 135 ألف دولار هيتم تحولهم لللاعب مباشرة وباقي المبلغ هيتم دفعه في وقت لاحق يعني ده تم جدولة المبلغ بس إستين إست أول هيخضوا على طول وإست تاني هيخضوا لاحقا ويتم إرسال الأمر للفيفا عشان العقوبة بتاعت عشان ممكن تترفع وقلت لكم مبارح أنه الزمالك بيحاول يخلص الأمور من تحت يعني الحاجات السهلة أخلصها على طول اللي هو 200 ألف 100 ألف 150 ألف 300 ألف مستحقات مساعدين الراجل جوزفالدو فريرا فروس أشنبونج الحاجات السهلة دي أخلصها لحد بس ما إيه موصل لسبورتينج نشبونة الرقم الكبير وهيخلص برضه وأنا أتركه قبل كده أنه هيخلص هيخلص يعني طيب الفترة الأخيرة شهدت ترشيح اسم لاعب اسمه أحمد علي دبش بيلعب في فريق النجوم أحد أندات دوري المحترفين دوري الدرجة السنية بمسمها الجديد يعني مسؤولي نادي الزمالك عجبهم اللاعب وبيفكروا يتعاقدوا معاه في فترة الانتقالات الحالية هو أو مسؤولي نادي الزمالك يعني كانوا بيتابعوا اللاعب في الفترة الماضية وبيتابعوهم مازالوا في الفترة الحالية وتم عرض اسمه على فريق التحليل بالنادي وفريق التحليل اقتنع أو قال أنه لعب كويس من حيث المادة يعني كمان من نادي الزمالك في مقترح لإبرام صفقة تبادلية بين نادي الزمالك ونادي بيرامدز إيه بقى الصفقة التبادلية دي؟ خليهنا نعملها فزورة تفكروا كده معايا يعني الزمالك هياخن مين من بيرامدز وبيرامدز هياخن مين من الزمالك الصفقة التبادلية دي هتبقى على مستوى حراسة المرمى بيرامدز ياخن محمد صبحي هل بقى الزمالك ياخن أحمد الشناوي؟ لا مش دي الصفقة التبادلية الصفقة التبادلية أن بيرامدز ياخن محمد صبحي والزمالك ياخن أحمد ميهوب الحارس اللي أسنع عليه كثيراً الكابتر محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الزمالك وشايفه ممكن يبقى إضافة للزمالك الفترة اللي جاية أحمد ميهوب الحارس اللي لعب على حساب شريف إكرامي حتى لما تصاب أحمد الشناوي في تشكيلة بيرامتز دي صفقة شغالين عليها بين الزمالك وبرامتز طيب خبر آخر سؤوله نادي الزمالك دخلوا الفترة اللي فاتت في مفاوضات جدة جدا جدا وأحكي لك التفاصيل كلها لقطع إعارة أحمد محمود الزهيل أيمن للفريق اللي موجود حاليا على سبيل إعارة في الجونة إيه الحكاية؟ أحمد محمود واحد من لعيب الشباب في نادي الزمالك تم إعارته لي الجونة وعقده عقد الإعارة يعني لنهاية الموسم كابتن معتمد جمال كلم أحمد محمود بنفسه المدير فني للزمالك كلم أحمد محمود وقال له إحنا محتاجينك ترجع الزمالك في يناير وهنحاول نتفاوض مع الجونة إن إحنا نقطع الإعارة في يناير أحمد محمود كان الراجل واضح قال لكابتن معتمد جمال قال له والله أصلا بلعب أساسي هنا مع الكابتن هلاء عبد العال وأخد وضعي وبشارك طول الوقت قال لأي أنا أرجع الزمالك دلوقتي ما ممكن أستنى لأخر الموسم عشان أضمن يناير يبقى ليه مكان أساسي كابتن معتمد جمال قال له أنا ما عنديش دلوقتي تقريبا غير حمزة المسلوسة وعمر جابر عمر جابر بيلعب في النص حمزة المسلوسة بيلعب في مركز المساك وبالتالي أنا ما عنديش ظهير أيمن بشكل واضح فانت لو جيت الزمالك في يناير غالبا هيبقى ليك مكانة أساسية في تشكيلة الفريق وبالتالي أحمد محمود بقى عنده رغبة كبيرة جدا في العودة لنادي الزمالك في يناير وشايفها فرصة كبيرة جدا أنه يبقى موجود وبشكل أساسي وبشكل مبكر كمان في تشكيلة الزمالك الأساسية ولكن نادي الجونة حتى هذه اللحظة يرفض تماما فكرة الاستغناء عن أحمد محمود أو قطع الأعارة في يناير الأهم اللي جاية هيبقى فيها محاولات من الزمالك هيبقى فيها محاولات من اللاعب مع نادي الجونة لحل هذا الأمر بشتى الطرق عشان يعود اللاعب لنادي الزمالك في فترة الانتقالات الحالية دي قصة أحمد محمود اللي تقلق جدا مع الجونة الفترة اللي فاتت تعال بص على أرقام أحمد محمود مع الجونة هو لعب التمن مباريات بدأ التمانية أساسي صنع هدف واحد صناعة فرص محققة تلاتة تاميرات مفتاحية واحدة تقريبا لكل مباراة قطع الكرة واحدة تقريبا لكل مباراة كل الناس يتفرج على أحمد محمود بتقول إن هو لاعب وعد جدا ولاعب جايد جدا في مركز الزهير الأيمن النهاردة رابطة الاندية المحترفة على مواعيد بطولة كأس الرابطة اللي هتقام خلال فترة توقف مسابقة الدوري الممتاز في الوقت الحالي يعني من المقرر إن البطولة هتنطلق منافسات الجولة الأولى فيها بدول المجموعات من بطولة كأس الرابطة يوم تمانية يناير الجاري بإقامة سلاس مواجهات بين بلدات المحلة واسموحة والداخلية والإسماعيلي ومدر الفيوتشر والاتحاد أسكندري وتختتم منافسات دور المجموعات يوم ستة وعشرين يناير بإقامة أربع مواجهات بين المصري والجونة والمقولة عرب والبنك الأهلي وبرامج زوازد وفرقه وطلائع الجيش طيب إن شاء الله كل التوفيق لكل الفرق المشاركة في كأس الرابطة وزيما الكابتر عبدالحاميد بسيوني قال مما إن الأهلي والزمالك مش موجودين في البطولة فكل الفرق في هذه البطولة مرشحة للفوز بيها والمشاركة في بطولة سوبا الأبطال العام القادم إن شاء الله تعال نروح نشوف تقرير عن استعادات منتخم مصر الكرة اليد لبطولة كأس الأمم اللي هتصدفها مصر إن شاء الله خلال شهر يناير لقاءات مهمة جدا جدا مع أبرز لعبي منتخم مصر لقاءات خاصة لرقم عشرة محمد ممدوح حاشم ويحيى خالد وعلي زين والمدير الإداري للمنتخب نورة أبو زيد وبعدها هنخرج لفاصل ونرجع نستقبل واحد من أفضل أفضل مدربي العالم في كرة اليد خوان كارلوس باستور المدير الفني الحالي لمنتخبنا الوطني هنا في رقم عشرة في الاستوديو يكون ضفنا إن شاء الله نشوف اللقاءات مع لعبي منتخب مصر كرة اليد وفاصل ونستقبل خوان كارلوس باستور خليكم معنا بطولة مهمة جدا بالنسبة لنا الناس كلها مركزها وعندنا هو الجولدن ليج تعتبر دي من أقوى البطولات اللي بتتعامل ماتشاة ودي قبل بطولة أوروبا بطولة أفريقيا وكاس عالم تحضير كويس جدا بالنسبة لنا عشان خطر الفرق بقى لها الناس المحترفة للسجعية وكده فالناس كلها تبقى تاني تخش أجواء المنتخب وإن إحنا نرجع نعلعب مع بعض تاني ويحصل تفاهم كويس زي الأول وتركزنا كله إن شاء الله بيزن على البطولة دي لان مؤهلة أجواء المنبييات وهي فرق منتخب واحد بس هو اللي بيوصل وطبعا عشان عندنا في مصر كاس عالم هنا في مصر عشرين واحد وعشرين كنا بنأمل إن في جمهور لو كان معنا جمهور كنا وصلنا سيمي فاينال أو فاينال فطبعا ده بيدينا دافع كبير جدا زي ما حصل في بطولة أفريقيا في الصيف اللي فات وجود جمهور بيدينا دافع وبيدينا الموتف إن إحنا نكسب طبعا وإحنا زي ما إحنا بنقول دايما إن جمهور لعيب رقم واحد طبعا فيه منتخبات كبيرة زي منتخب تونس منتخب المغرب الجزير دلوتي كامفيردي كمان إحنا داخلين واخدين كل ماتش بماتشو يعني من دور المجموعات لغاية لما ربنا يكرم إن شاء الله بيسن الله السيمي فاينال والفاينال فإحنا مركزين دلوتي كل ماتش بماتشو إن إحنا نعديها واحدة وحدة إن شاء الله لغاية لما نأخذ البطولة بيسنان والله إحنا الحمد لله بدأنا نستعد بقالنا فترة من أول 12 والمنتخب بدأ يتجمع المحترفين بتيجي واحدة وحدة إن شاء الله عندنا بطولة قوية جدا في الدنمارك الدنمارك وهولندا والنرويج مرشد كويسة جدا والبطولة إن شاء الله على أرضنا أكيد دايما المنافسة العالية بتكون ما بين إحنا وتونس والجزائر وفي فرق طالعة كويسة زي كاف بيردي وأنجولا بدأوا كويسين فإحنا واخدين حزرنا من كل الفرق وإن شاء الله مركزين تونس طبعا هو ماتش الدربي وده أقو حاجة وإحنا نستعد له زي ما دايما بنستعد ما فيش حاجة زيادة ما فيش حاجة أقل بندرس الفرق اللي قدامنا إزاي بيلعبوا الفرق اللعيبة والطرق اللي بتلعب بيها التاكتك اللي حاجات المدرب بيقولها والراجل معانا كويس جدا في الحاجات دي فبس والتحضير يعني نفسي وزهني للماتش اللي إحنا نكون جاهزين في الوقت ده وإن شاء الله خير دود أفريقيا يعني فيه هرق كتير كويسة طبعا عندك تونس الجزائر أنجولا المغرب مش عايزة نسي حد لا هم يعني فرق كويسة جدا طبعا البتود أفريقيا هي مشكتها اللي هي دايما ممكن نحسن فيها مفاجئات دايما بتحسن فيها مفاجئات فإحنا بالنسبة لنا مش عاوزين يحصل في أي تفاجأ بالنسبة لنا عاوزين يبقى ندين كل ماتش حقه من أول ماتش لحد آخر ماتش بالنسبة لنا بالطولة مهارة ولمبياد يعني موضوع اللي يحصل فيها غلطة أو يحصل من فجأة زي ما بنقول أكيد بالنسبة لنا هتبقى حاجة صعبة جدا فإن شاء الله ما يساش أي حاجة محاجة جدي وإن شاء الله إحنا مدين كل فرقة حقها وإن شاء الله محضرين الفرقة كلها كويسة وطبعا دفع كبير جدا بالنسبة لنا نحن نرعب على عرضينا خصيا إن شاء الله لو الجمهير جات في الماتشد كلها بالنسبة لنا هتبقى حاجة كويسة جدا نحن نرعب في السلطة القاهرة السلطة كبيرة جدا هي صلاح زوحة الدين السلطة كبيرة دي وما اتملتش هتبقى الموضوع بالنسبة لنا مش أحسن حاجة لو سلطة ملت هتبقى أحسن حاجة طبعا نتمنعين الناس إن شاء الله هتحضر الماتشد خصيا للجدر كويس جدا في الماتشد في مواييد الماتشد لو ناس حضرت هتبقى بطولة كويسة جدا ومكحة من كل المقاييس وبالنسبة لنا طبعا دفع كوي اللي احنا نكسى البطولة زي المنطلق دي هيا دي المؤهية للأولمبيات واللي احنا نكسى البطولة ده هو ده هدفنا الوحيد حاليا من الفريق كل وبيفكر هدف واحد بس نحن نكسى بطولة أفريقيا وبعكا نفكر إيه اللي ممكن يحصل بعد كده ما يدارش نفكر في الأولمبيات وإحنا أصلا لسه ما لعملاش الأولمبيات أو لسه ما دخلناش البطولة نفسها فهدفنا واضح وصريح حتى الناس كلها كانت مع بعض اللي احنا هدفنا واضح وصريح اللي احنا نكسى البطولة ومن البطولة إن شاء الله نمتد نفكر بقى في اللي جاي بعد كده طبعا إحنا لوقتي بدأنا المرحلة الأخيرة من الاعداد إن شاء الله بتوت أفريقيا بإذن الله بكرة الصبح مسافرين على دنمارك مشاركة في الجولدين ليج ترت مانشاط قويين جداً بس إحنا قصدين يعني نحضر الفرق إن شاء الله على المستوى ده لإنهاية بإذن الله دي خطوة الأولى للأولمبيات إن شاء الله اللي هي بتوت أفريقيا نكسبها إن شاء الله نتأهل مباشرة للأولمبيات في باريس فيعني إحنا ده البرنامج الإعداد الكامل من هنا إن شاء الله إن شاء الله لباريس في حالة أهل مباشر من أفريقيا طبعا بيبقى فيه فرصة تانية لو ما طلعناش أول اللي هي فيه الملحق في شهر ثلاثة وشهر خمسة بس بإذن الله هدفنا نكسب بطولة ونتأهل مباشرة للأولمبيات إحنا بدأنا الإعداد ده من نصف ديسمبر بعدما خلصنا ماتش السوبر وتعلق أهل الزمالك في الإمارات خدنا فترة أسبوعين قبل المحترفين ما يخشوا معنا نجهز اللعيبة اللي بتلعب في الدور المحلي لمدة أسبوعين في الأول بعد كده من يوم 27 داخل معنا كل المحترفين وبدأنا لفترة الإعداد النهائية للبطولة إن شاء الله هو حافظ كبير جداً لنحن نلعب في أرضنا وإن شاء الله السنة دي في استادة الكاهرة يعني بطولة الفتت كانت في صدر حسن مصطفى في أكتوبر فكان الحضور أقل استذكرها طبعاً ده بيبقى دافع قوي جداً اللعيبة وإن شاء الله سلاح نستغله في صالحنا وافتخضناه في كساء عالم 21 كان مهم جداً بوجود الناس إن شاء الله المراد بوجود الناس في الأستاد الدعم ده يقدر نخليها نكسب إن شاء الله بطولة ونتأهل النبيات مباشرة وده الهدف الرئيسي يعني بنحضر لكل فرق وبناخدها دايماً خطو بخطو أول ماتش ثم تانية ماتش ثم تالت ماتش بعد كده دور التمانية وهكذا فما فيش اللي احنا مش راحين نلعب عشان نلعب النهائي مسلاً راحين نلعب عشان نلعب قبل النهائي كل ماتش مهم وكل ماتش بنحضر له بالطريقة المزبوطة يعني هي ده فلسفة احنا مشغلين بها من الزمان يعني هو ده التوجه بتاعنا فإن شاء الله احنا عمي حسب لكل أكيد يعني أكبر منافس في بطولة طبعاً هو تونس هو ده أكبر منافس لنا إن شاء الله يعني يعني أكيد هنعدله في الوقت اللي احنا عم نلعبهم فيه إن شاء الله ده في دور قبل النهائي زي ما قلت لك الأول ناخدها الخطوات الصح الأول دور المجموعات وقت كان دور التمانية كان إن شاء الله ما بارد تونس في قبل النهائي بإذن الله يا أعلم بحضراتكم مرة أخرى اتحاد كرة اليد المصري كرة اليد المصرية بشكل عام تعيش تطور عظيم جداً 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 على مدار السنوات الكثيرة الماضية وليست القليلة كمان دايماً بقى عندنا أفضل اللاعبين دايماً بقى عندنا أفضل المنتخبات على مستوى الأعمار المختلفة دايماً كمان بقى عندنا أفضل المدربين في العالم مقارنة بسيطة جداً بينها وبين كرة القدم و كرة اليد في مصر و كرة القدم في مصر لا كرة اليد المصرية متفوقة جداً 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 عالمياً على مستوى البطولات والإنجازات وزي ما قلت لك على مستوى حد استقدام أفضل المدربين في العالم الآن منتخبنا الوطني لكرة اليد لديه واحد من أفضل مدربي كرة اليد في العالم كله هوان كالوس باستور واحد من المدربين اللي بتالعليه المدربين الصفوة في أوروبا يلقب بالأستاذ البروفيسير في أسبانيا حق طفرة كبيرة جدا في كرة اليد الأسبانية على مدار السنوات ساهم في صناعة العديد من المدربين الكبار طبعا مثل جوردي رييرا ورؤول جونزاليس وثالث دونشينيوف وروبرت برنود المدرب السابق لمنتخب مصر وديبيت ديفيز المدرب أيضا السابق لمنتخب مصر هو مدرب عنده شخصية قوية جدا يقول عليه في كرة اليد أنه هو ملك التحولات في المباريات والمواجهات الكبيرة بيهتم جدا جدا بالأعمار السنية الصغيرة وده كويس وإحنا بنبني جيل جديد لمنتخبنا الوطني عنده إنجازات عديدة جدا منذ بداية مشواره التدريبي يشرفني وينوارني أنه يكون معايا هنا في رقم 10 على التلفزيون المصري في هذه الفقرة يفهند المشرف ومنور سعاداء جدا بتواجدك في التلفزيون المصري سعاداء جدا بتواجدك في مصري بشكل عام طيب أنا سؤالي الأول لحضرتك هل المفاوضات بينك وبين الاتحاد المصري لكرة اليد كانت مفاوضات سهلة أم كانت مفاوضات صعبة وعسيرة لتدريب منتخبنا الوطني لكرة اليد حسنا في الواقع لا أظن أن المفاوضات مع الاتحاد كانت صعبة أنا كنت أبحث عن مشروع بأهداف واضحة وكذلك الاتحاد كان يبحث عن مدرب مناسب لمشروعه وأهدافه في الفترة القادمة فبالتالي لم تكن مفاوضات صعبة بالتأكيد فيه أهداف مشتركة اتفاعت عليها مع الاتحاد المصري لكرة اليد أن منتخب مصر إن شاء الله يصل إليها إيه هي أبرز الأهداف دي أهدافك مع منتخب مصر الفترة اللي جاي في البداية يجب الوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية وذلك طبعاً عن طريق الفوز بطولة أفريقيا في الحقيقة لدينا أهداف كبيرة وربما نتحدث عن ميداليا ولكن يجب المضي خطوة بخطوة نتأهل إلى المنديال نجد فرصة للتأهل للدور الأربعة نقدم أداء تنافسي مع الفرق الأخرى هل الفترة الماضية كنت تشاهد منتخب مصر جيداً؟ رأيك في منتخب مصر قبل توليك المهمة؟ طبعاً قبل المجيء إلى هنا شاهدت كثيراً المنتخب المصري في كثير من البطولات الأولمبيات البطولة العالم وكذلك بطولة أفريقيا وحصول المنتخب الوطني على المركز السابع في آخر بطولة عالم المشكلة أنه في بطولة العالم هناك ثلاث أو أربع فرق تبدو كأنها فوق المستوى لباقي الفرق الدنمارك وأسبانيا وفرنسا وأيضاً فرق مثل النرويج والسويد الأمر كذلك يجب أن تتغلب على فرقة أو اتنين من هذه الفرقة الكبيرة لتواصل دورك في البطول منتخب مصر السابع العالم رابع الأولمبيات بطل كرة أفريقيا إحنا هنا كجماهير مصرية نعشق منتخب مصر الكرة اليد ونتمنى رؤيته على منصات التتويج العالمية هل نستطيع أن نفعل ذلك في فترة قريبة أو في فترة قصيرة الأمد ولا لسه محتاجين بعض الوقت؟ أعتقد أننا لدينا جيل جيد من اللاعبين يمكنه إحراز نتائج كبيرة وعلى رغم حتى من المصابين سنبدأ في أفريقيا في بطولة أفريقيا الأهم بالنسبة لهؤلاء اللاعبين هو تحقيق لقب أفريقيا والوصول لأولمبياد باريس وبالتالي سوف يكون لدينا وقت جيد للتجهيز والإعداد للأولمبياد والعمل على الأهداف الأساسية في الأولمبياد أعتقد أنه من الأهمية بما كان التصديق الإيمان أننا نستطيع فوز على أي فريق نلقي وكذلك التعايش مع الضغط الذي تضعك تحته هذه المتطلبات منتخب مصر خلاص خلال أيام هيبع عنده مشاركة في كأس الأمم الأفريقية هو حامل لقب هذه البطولة صعوبة البطولة تكمن في أنه البطل فقط هو من يصعد لأولمبياد باريس سعادتنا لهذه البطولة ثم حطنا بالتأكيد هي الفوز بالبطولة هل إحنا جاهزين للفوز بهذه البطولة؟ بالطبع ومع كامل احترامي للجميع هذا هو هدفنا الأساسي في الوقت الحالي الفوز ببطولة أفريقيا والتأهل لأولمبياد باريس وفي الوقت الحالي كل ما نركز عليه هو إعداد الفريق للفوز بهذه الخطوة الأولى سنذهب إلى الدنمارك غدا للتدريب وملاقات فرق عالمية يجب أن نمضي في الطريق خطوة بخطوة في البداية نفوز بدور المجموعات ثم بعد ذلك المنافسات المباشرة وبعد ذلك الأدوار النهائية يجب المضي خطوة بخطوة ويوم بيوم ربما تجد أحد عنصر خارجي يؤثر مثل مثلا الضغط الذي تضعك تحت الجماهير يجب التركيز على فكرة أن الجميع يركز فقط على أداءه في المباراة وأعتقد أنها مسئوليتي حجب هذا الضغط عن اللاعبين توفير جو هادئ ومريح لهم الاستمتاع باللعب وإحراز نتائج جيدة بتفادي الضغط وأنا أعتقد أن الضغط أو إدارة الضغط من مسئوليتي مع كل إعلان لقائمة المنتخب مصر أو أي منتخب في العالم بتصار حالة من الجدل حول أسماء كان من المفترض أنها تبقى موجودة في القائمة من من الأسماء كنت شايفه لعب جيد لعب ممكن يضيف للقائمة ولكن العدد لم يكن يسمح بانضمامه للقائمة في الحقيقة منذ أبريل وإحنا بنعمل وندرب ونختار من بين أربعين أو خمسين لاعب ولكن في اللحظة الحالية فقط نستطيع اختيار 18 لاعب للقائمة في المشاركة في البطولة وكذلك هناك لاعبين مصابين ولهذا أظن أنه يجب دائما العمل مع أكثر من لاعب مع لاعبين كثر لتفادي نقص اللاعبين في حالات الإصابات سيكون هناك مبدئيا 18 لاعب ولكن يمكن إدخال خمسة لاعبين آخرين خلال البطولة أعتقد أن الفريق منفتح لضم لاعبين آخرين وسنشاهد الأداء ولنرى إن كان هناك إصابات فسنضطر لتضمين لاعبين آخرين في القائمة يعني لا يقلقني ضم لاعبين شبان أو صعيدين في القائمة أو كذلك حتى لاعبين قدامة الأهم هو الأداء داخل الفريق وأداء الفريق بواجهة عام هل القائمة اللي اخترتها لي مع أسكر الديرمارك أو السفر للديرمارك هي القائمة اللي هتكون موجودة في كأس الهوم الأفريقية؟ نعم مبدئيا نعم ولكن لنرى لاحقا إذا كان لدينا إصابات أو تبديلات اضطرارية أو قد يرى طبيب الفريق أن بعض اللاعب ما ربما يجب تأخير ضمه للقائمة أو الاعتماد عليه في التشكيل وكذلك ضم لاعب آخر في الوقت الحالي فمبدئيا هؤلاء هم 18 لعب اللي اخترناهم ولكن نظريا الفريق منفتح لضم لاعبين آخرين فقد كنا نعمل مع 20 لعب أو حتى 24 لعب هل لسه عندك أمل أن حسن قداح ممكن يلحق البطولة ولا هيبقى في شعوبة في الأمر؟ الأمر لا يعتمد على جانب فني هو جانب طبي أو الرأي النهائي هو رأي طبي إذا لم يكتمل تعافي اللاعب فلا أستطيع ضمه في القائمة فدخول اللاعب للقائمة يعني قدرته على ممارسة التمرين بشكل منتظم شأنه كشأن سائر اللاعبين في الفريق وكذلك تقديم أداء جيد وعلى أساسه يمكن أن نقرر إذا كان موجود أو غير موجود عندنا أربع حراس لكرة اليد في المنتخب دائما كانوا متواجدين ليه اخترت حارسين فقط؟ نعم لدي حارسين فقط لأنه هناك لعبين يعانوا من الإصابة مثل علي زين وكذلك يحيى الدرع وعمر يحيى بالتالي مع كل هؤلاء اللاعبين عائدين من إصابة وسنلعب ثلاث مباراية وليس مبارتين سنحتاج إلى لعبين بودلاء أكثر وأنا أفضل لعبين وليسوا حراس مرمى كبودلاء والأمر ذاته في بطولة أفريقيا استخدام عدد أكثر من اللاعبين في البداية كنت أفكر في ضم ثلاث حراس مرمى للقائمة ولكن في النهاية انتعينا إلى ضم حارسين فقط للاستمتاع بميزة وجود لعب بديل آخر دلوقتي في مصر بقى في عدد كبير من المحترفين الموجودين في أوروبا في السابق ما كانش فيه العدد ده والكم ده من اللاعبين هل ده مفيد لمنتخم مصر ولا تواجد اللاعبين في مصر وانك تشوفهم في مصر خاصة المنافسة هنا قوية تحديداً بين الأهل والزمالك أفضل في الحقيقة هم أمران مختلفان أو هناك وجهتان نظر متعاكستان إذا تحدثنا عن المنتخب القومي من الأفضل لللاعبين أن يلعبوا في أفضل الدوريات المتاحة ربما أود أن يكون لدي عشرة أو خمسة عشر لعب من المحترفين في أوروبا داخل قائمة المنتخب أو في الدوريات الأكثر تنفسية على مستوى العالم كنت أتمنى لو أن الدوري المصري من أقوى الدوريات التنفسية في العالم في كرة اليد المشكلة أنه المباراة الأكثر تنفسية على اللقاء الأكثر تنفسية في الدوري المصري ما بين الأهل والزمالك ولكن حين ترى مباراة مع أندية أخرى لا يكون نفس مستوى التنفسية لهذا ربما من الممكن أو من الأفضل للمنتخب أن يضم لعبين أكثر محترفين خارج مصر لتعود هذه الخبرة خبرة اللعب في الخارج بفوائدها على الفريق القووي المنتخل مين أكثر اللعب ما سمحتش الفرصة أنك تأخده في كاس الأمم الأفريقية كان نفسك يبقى موجود ربما لإصابة أو لغياب أو لإقاف أو لإعتزال مين اللعيب لأنك كان نفسك يبقى موجود معك في القائمة في كاس الأمم الأفريقية في الحقيقة كل القرارات التي أتخذها يعني لمصلحة الفريق لا أقوم بقرارات فردية أو أفضل القرارات الجماعية والقرارات القائمة على مصلحة الفريق ككل كما ترى اضطررنا أو تنزلنا عن حارس في مقابل ضم لعب آخر للتوفير مجهود أو للإدخار مجهود بعض اللعبين الآخرين وأنا أفضل دائما المضي بوعي هادئ واختيار البدائل المتاحة لمصلحة الفريق ككل المنتخب القومي منفتح ولكن اللعبين الذين يصلون إلى ضمهم للقائمة هم اللعبين المجتهدين أو الذين قدموا أفضل أداء يستحقوا على أساسه اللعب في المنتخب التوقيت أنت مؤخرا بأحمد الأحمر على تربيزة واحدة في قرأة كأس الأمر الأفريقية وأحمد الأحمر بالنسبة أنه هو أعظم من اللعب كرة اليد في مصر هل ضار بينكم حوار حول عودته لمنتخب مصر مرة أخرى ولا ما كانش في حوار منه نعم أتحدث معه دائما وتحدثت معه في أبريل في تقديري أحمد الأحمر أسطورة عندما تسأل عن كرة اليد في مصر دائما ما يتردد اسم الأحمر ونعم تحدثت معه وقلت له أنه هناك لعبين آخرين في مركزه ولكن صرحت أني أفضل دائما الاحتفاظ به كبديل اضطراري ولهذا هو لدينا في قائمة الـ 35 في بعض الظروف أو بعض الظروف الطارئة سيكون لدى الأحمر خبرة أكثر بكثير من لعب حديث العهد بالمنافسات ولهذا نضمه في قائمة الـ 35 وأنا على تواصل دائما معه إذا لم تكن هناك حاجة اضطرارية أو موقف طارئ فسنحتفظ بالقائمة الحالية بالمناسبة إحنا بنسمي أحمد الأحمر هنا في مصر أنه ميسي قرة اليد تتطفق مع الوصف دا ولا دا؟ نعم في الحقيقة هو حقق العديد من الألقاب والبطولات مع المنتخب وكان لعب ممتاز في جيله وفي فتراته نعم هو يعني يقترب من عامه الأربعين ولكن قدم أداء مزهل وهناك العديد من اللاعبين في مركزه مثل عمر يحية معتصم ومهاب ونحن عكفون على العمل مع هؤلاء البدائل الأحمر في هذا المركز ولكن لا شك أن أحمد الأحمر في وقته كان هو الأفضل عظيم جدا طيب اللي جاي يخص كرة اليد المصرية بشكل عام وتحديدا الدوري المصري كرة اليد رأيك إيه في الدوري المصري خاصة من منافسة دائما بتكون ما بين الأهلي والزمالك فقط أتمنى لو أن كان هناك المزيد من الفرق القادرة على التنافس مثل الحال في الكأس كما شاهدنا البنك الأهلي يفوز على المادي الأهلي أو ألزى مالك مضطر للفوز للحصول على النقطتين للتغلب على الجزيرة وشاهدنا أيضا سبورتينج يفوز بكذا مباراة تمنى لو أن مباراة الدوري أكثر تنافسية أو أن بها فرق أكثر تنافسية وأن يكون هناك قدر أفضل من التنافسية أو مباراة أكثر تنافسية أنت صاحب باختراح أن الأول والتاني لعبوا بلاي أوف من ثلاث مباراة للاكتراح ده مفيد ومهم بالطبع أنا أعطي أرائي لما يخص بطولة الدوري أعتقد أنه من الجيد أن يكون لدينا منافسة نشاهدها من خلال ثلاث مباراة وأعتقد أيضا أنه جيد من أجل الجمهور فيجب الأخذ في الاعتبار أيضا وكذلك المنفسة ومستوى التنافسية هو ما يهم في النهاية ليه في رأيك من الجيد أنه يكون مفيش في الدوري المصري لعبين أجانب ويبقى فقط اللعبين المحليين المصريين من الموسم القادم في كل اللعبين الأجانب الذين لعبوا في الدوري المصري في الفترة الماضية لم يكن هناك لعب يمكن تقديمه لللاعبين المحليين في البطولة كمثال أو كتجربة فريدة ولذلك أظن أنه في هذه الحالة من الأفضل منح الصدارة أو صدارة المشهد لللاعبين المحليين وأن يكون لديهم الفرصة لإثبات ذاتهم ومهارتهم الأمر كذلك سيعود بالنفع على المنتخب القوم السؤال القادم ليك يخص منتخب مصر والسؤال هو ماذا أو متى يكون لمصر ميداليا أولمبية تحتفل بها في كرة اليد في الحقيقة جميعنا نتمنى ذلك الأمر واضح ولكن الفلسفة التي أفضل اتباعها هي خطوة بخطوة أو مباراة بمباراة أراها الستراتيجية الأنسب في الوقت الحالي الأهم في الأمر هو التأهل لأولمبيات باريس والأمر يتطلب الفوز ببطولة أفريقيا وفي هذه الحالة إذا توجنا سيكون لدينا بدءا من فبراير حتى أغسطس للتحضير للألعاب الأولمبية وإذا حققنا التأهيل علينا إيجاد فرصة للوصول لدور ربع النهائي وكذلك الوصول للنصف النهائي لأفضل أربع فرق في البطولة في الحقيقة لكي تحصل على ميداليا في الأولمبيات يجب الفوز على الأقل على فريقين جيدين أو فريقين من أقوى الفرق كما يمكننا الملاحظة في المنافسات الماضية من الألعاب الأولمبية الفرق التي توجت أكثر بالميداليات هي فرنسا، الدنمارك، أسبانيا والسويد فعلينا على الأقل الفوز على فريق أو فريقين من هذه المنتخبات وكذلك يجب علينا الفوز على فرق قوية مثل النرويج أو ألمانيا ولكن الأمر في النهاية يصل إلى مباراة واحدة هي الأهم الواقع أن هذا اليوم يقع في ضغط كبير على اللعبين في حال الوصول للمباراة النهائية يجب أن يكون هدفا لدينا أنه حين نصل إلى هذه المباراة أو المباراة حاسمة تكون لدينا الجهزية للتنافس فيها لذلك فالمصار يمكن أن يكون كالتالي أولا الفوز ببطولة أفريقيا للتأهل والوصول إلى أولمبياد باريس وبعد ذلك إيجاد فرصة داخل البطولة حيث يتسنى لمنتخبنا أن يكون منافس ويجب أيضا التركيز على روح المنفسة من أجل الفوز والإيمان بالقدرة على الفوز والتفوق وكذلك تفادي الضغط الذي يقع على اللعبين في المباراة النهائية والإيمان بقدرتهم على تحقيق الخطوة الأخيرة وهي الفوز ربما نضم أيضا لعبين من اللعبين المصابين في حال تعافيهم ولكن في الوقت الحالي نركز على تدريب واختيار لعبين أو عدد أكتر من اللعبين لتحقيق فرص لضم اللعبين في حالة الاحتياج إلى ذلك وكذلك اللعب يعني إشراك معظم اللعبين والتبديل أو التبديل كثيرا كي يتسنى للكثير من اللعبين إيجاد فرصة للعب وأن يستطيعوا التمرن أو التمرين على اللعب لدقائق أكثر ولا يصيبهم التعب أو الإنهاك في الدقائق الأولى أو بعد عدد قليل من الدقائق وكذلك الإبقاء على المستوى والأداء والتنفسية حتى الدقائق الأخيرة الحسامة فتلك الفرق القوية لا يمكن الفوز عليها في بداية المباريات يجب المنافسة بقوة على مدار المباراة على مدار 60 دقيقة في المباراة والواقع أن من يرتكب أخطاء أقل في هذا اليوم هو من يحقق الفوز في كرة القدم بالنسبة لنا أكيد تعلم أن محمد صلاح هو أعظم لاعب في كرة القدم مين في كرة اليد هو محمد صلاح؟ أود القول أنه الفريق الفريق ككل لا أفضل أبدا التحدث عن أفراد أو عن لعبين بعينهم ولكن أفضل الحديث عن فرق أن يتذكر الناس جيل من اللعبين أقول للجمهور أنه يجب عليهم دعم اللاعبين في الأوقات الصعبة وكذلك الأوقات الجيدة ونشدهم أيضا عدم الضغط على الفريق عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك في كثير من الأحيان يقع الضغط على اللاعبين وأضطر أنا لمعالجة الأمر وتخفيف هذا الضغط وتوفير مناخ أكثر راحة للعبين لتقديم أفضل أداء وتنافسية لديه وكذلك أطلب من الجمهور أن يملأ مقاعد استاد القاهرة لدعمنا في تلك البطول أخوان كارلوس باستور مدير فاني المنتخبنا الوطني لكرة اليد أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار ساعدت جدا بلقاءك على التلفزيون المصري برنامج رقم عشر أشكرك كذلك كان شرف لي تواجدي معكم اليوم وساعدت بالحديث معك وبأسئلتك أشكرك شكرا جزيلا لسا مكملين مع أحضراتكم بعد أحوار مديل فاني لمنتخب مصري لكرة اليد أخوان كارلوس باستيرو بعد الفاصل عمر جبالله ومحمد جمال ومعهم كثير من الكواليس المهمة خليكم أهلا بحضراتكم مرة أخرى يشرفني وينوارني في هذه الفقرة زملاء العزاء محمد جمال وعمر جبالله ومعهم كثير من الكواليس المهمة أجيمي من نوار الدنيا حبيبي يا كيم أخبرك زي الفل كل حلو كل حلو عمور من نوار الدنيا ما يا خليك كريم مبسوط أن أنا معك النهاردة بس كده معك أنت بس بس هكيدني بالسعيد أن أنا موجود مع جيمي لا يا راجل سنة حلوة أنت بدأ سنة حلوة ومعاك جيرت حلقة واحدة براحته مش حابة بالموضوع ده حدث والله أحزين نغير هلا لما بغير بيتتصل بايا والله آه والله يقول لي أنت فين كلنا 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 بغير نظواه بنتتصل بمين في المناسبات طيب ما فيش مشكلة طيب جيمي هبدأ معاك بالتيلة يلا فيه المهاجم النادي الأهل الجديد وهل فيه أصلا مهاجم للنادي الأهل الجديد ولا الأهل مش هجين مهاجمين بس كريم القصة مش والدت النهاردة ولا والدت مبارح كما أثير أنه الأهلي بدأ يستعلم عن بعض اللاعبين في الأوين الأخير الأهلي شغال على الملف من أكتر من شهر ونص وحصل أكتر من جلسة مع مارسي الكولر كان أخيرهم في الإمارات بعد مباراة السوبر تم اتخاذ القرار النهائي فيما يخص ترتيب أولويات النادي الأهل فيما يخص التعاقد مع مهاجم كده كده فيه مهاجم مليون في المية فيه مهاجم هذه واحد اتنين ترتبهم كان عامل إزاي اتعرض بعض اللاعبين اتقسموا أكتر من كاتجري لسكاوتينج بتاع النادي الأهلي ولجنة الكورة شركة الكورة ولجنة الكورة اشتغلوا عليهم خلال الفترة اللي فاتت يعني هو مركب تاع الشغل وكله خلص المتقسمين إزاي اللاعب الفلسطينيين تحديدا اتعرض أكتر من اسم وتم الاستقرار على وسامة أبو علي اللي هنحكي قصته دلوقتي اللاعب اللي بلعف نادي سيريس السويدي حطه على جنب بعدين في بعض اللاعبين تحت السن اتعرضوا خلال الفترة اللي فاتت على مرس الكولر تلاتة اللاعبين المصريين ولم يجز اللي برضو هنجيله بعد شوية إلا مروان حمدي مروان حمدي نروح له سامة أبو علي وسامة أبو علي لعيب بيحمل الجنسيتين الفلسطينية والدنمركية الرجل عنده 24 سنة موليد 99 الرجل ماشي بشكل ممتاز مع فريس سيريس اللي بيلعب في الدورة الممتاز السويدي الأهلي كل اللي حصل من نادي الأهلي عشان فيه كلام كتير جدا جدا اتقال الرجل وجمعني حديث مع المدير الرياضي لنادي سيريس السويدي أمس كلمت معايا هل فيه عروض رسمية من النادي الأهلي هل في حد كلمك قراركو كان ايه الأرقام اللي انتو طالبينها طب ايه الدنيا ماشية ازاي قال للتالي رقم واحد انه لم نتلقى عرض رسمي من الأساس من النادي الأهلي رسمي مفيش تلقينا استفسار وعرض شفهي مؤخرا ده كلامه بالنص زي ما أنا بقوله تلقينا استفسار طيب الرجل ده جاء له عرض رسمي وحيد رسمي بقيمة مالية رسمي بقيمة مالية من النادي أوترخت الهولندي العرض ده بكام عشان هقولك ايه قصة الكورونا وليه الكورونا معطلة الموضوع هم بيتعاملوا اه بالدولار زي بقيت كل انديات العالم لكن القصة والريفرنس والبينشمارك اللي حطينه لأرقام اللي بياخدوها في اللاعبين او تعاقداتهم بالكورونا فجالهم ما يوازي تمنمية الف دولار اللي هم تمانية مليون كورونا الدولار بعشرة كورونا اللي هي العملة السويدية فجالهم ده العرض الرسمي الوحيد طيب الاهل استفسارو كان ايه والاهل يعرق كام الاهل عرض عشرة مليون كورونا كعرض شافاهي عرض يعني مليون دولار يعني مليون دولار شفتما شاطر في الحساب انا هحس ان هو كان نفسه يتجر في العملة ايه كان نفسه مجبس مجبس المهم فالعرض اللي رح لهم شافاهي من النادي شافي تاني بأكد للمرة مليون لا توجد اي عروض رسمية الناس اتكلمت على انفعرض الرسمي راح ده لم يحدث. ده على عهدة الراجل المدير الرياضي بتاع نادي سيريس السويدي. طيب ايه اللي موقف الدنيا ومعطل الدنيا? هناك هم الراجل على حسب كلامه عايزين في اللاعب عشرين مليون كرور. يعني اتنين مليون دولار. يعني اتنين مليون دولار. طيب. الاهلي مش هيدفع اتنين مليون دولار. بقولك على مسئوليتي. الاهلي مش هيدفع اتنين مليون دولار. خالص. طيب. الاهلي. الاهلي. ده بقى نروح ناحية الصيد تعالنادي الاهلي. الاهلي. كلف مهندس خالد عبدالقادر عضو شركة الكورة بمتابعة الملف مع أمير توفيق مدير لجنة تسويق والتعاقضات فيما يخص النادي إن هم اللي هيتابعوا الملف طب ليه الدنيا ويقفت دلوقتي بسبب الأعيات والرجل قال لي إحنا جونسون إدرستروم قال لي مش هنشوف أي حاجة ولا هناخد أي قرار ولا هنتكلم في أي حاجة إلا يوم تمانية يناير بعد نهاية الأعيات تمانية يناير فما فيش أي حاجة من هنا لحد تمانية يناير فيما يخص النادي تعال روح للعب بقى وعلى مسئوليت وعلى مسئوليت وعلى مسئوليت وعلى مسئوليت موقع عقود انتقالوا للنادي الأهلي إلكترونيا من عشرة يام لا ما تهزرش موقع عقود انتقالوا للنادي الأهلي مدة أربع سنوات ونصف إلكترونيا وتم الاتفاق على كل حاجة من رجل وقع على قود وأقول لك حاجة بصراحة أحنا مبارح يعني بعثنا ليه وكيل أعمال اللعب وهو رد علينا وقال لنا انه ما فيش أي مفاوضات مع النادي الأهلي وقال لنا انه اللاعب هدفه لاستمرار في أوروبا مش حابب بيبقى موجود في قرية أفراكة دلوقتي أنا بقول لك على مسئوليت لا أنا بقول لك بس الراعي التاني طبيعي طيب وانهم عرضين عشرة مليون كورونا الرقم اللي أنا بقول لك دلوقتي عشرة مليون كورونا اللي هما المليون دولار دخل نادي مالمو السويدي مالمو السويدي هو أكبر أنديت السويد في السنوات العشرة الأخير مالمو السويدي على الخط برضو بمفاوضات شفاهية مجرد استفسار لوكيل اللعب يعني حتى الراجل المدير رياضي النادي سيريس ما جالوش ما جالوش أي حاجة من نادي مالمو مجرد استفسار لوكيل اللعب وانا بقول لك على ودية الراجل موقع أربع سنوات ونصف للنادي الأهلي للنادي الأهلي ولكن تبقى ما بين قوسين أزمة الكورونا والرقم اللي هما طلبينه العملة السويدية ما بين قوسين الرقم اللي هما طلبينه هناك حتى اللحظة دي هو الرقم بعيد جدا والأهلي مش هيدفع رقم ده فلو فضلوا متمسكين بالرقم ده اعتبر العيب مش موجود عكس بقى ما يقال يعني هم لو بقى مليونس يبقى كل شيء بعد 8 يناير يخضع للتفاوض ما بينهم وما بين نادي الأهلي حلو يأفقى كل شيء مفتوح للتفاوض سؤال قبل مروح العملة والله هل ده معنى ان المودس تنمشي فيناه مودس تمكمل حتى اللحظة اللي بكلمات فيها حالة ان احنا عاديين وكولة ارتلع عجازة يعني فيش حاجة تحصل بعد ما الراجل يرجع المودس تمكمل مع النادي الأهلي اللي انا بكلمك عليه دلوقتي هو وسامى أبو علي لعيب فلسطين هيعمل معاملة المصر هيعمل معاملة المصر ماليش علاقة خالص بقى أنتوني مودس تبقى من عدم ممتاز جدا عمور من ناحية تانية هل نادي الشباب السعودي مازال متمسكا بزيزو هل خات خطوات جديدة لضم زيزو ولا الأمور دي تقفلت قصة كريم أنا ألخص لك الموضوع إن حصلت اتصالات على المستوى الرسمي ما بين إدارة الشباب وإدارة زمالك إن لم يكن الأمر معلن يعني أنا عارف إن إدارة زمالك متحفزة جدا في الموضوع ده وجاء مهريا الموضوع صعب شوية فهي أنجزت في الموضوع وعليت زيزو مش للبيع ولكن أنا عندي معلومة إن حصل تواصل على مستوى الإدارة بشكل هاتفي يعني إزمالك لو زيزو هيخرج منه فإزمالك عايز 12 مليون دولار إزمالك كان الأول بيتكلم إنه يضاعف العرض اللي كان وصل في الصيف اللي فات لو تفتكر العشرة مليون كان 8 مليون كاش و2 مليون بونس إزمالك في أول الكلام كان عايز يضاعف الموضوع يعني إحنا وصلنا في الصيف لعشرة نغد دلوقتي 20 الشباب طبعا ما كانش منفتح على الكلام ده وزي ما أنا قلتلك العرض اللي وصل رسمي ويوصل على بشكل بشكل مباشر للرئيس ند الزمالك كابتن حسين لبيب كان 6 مليون دولار ده 6 مليون دولار ده آخر حاجة ده آخر عرض من الشباب وده لا ده الورقة المكتوبة اللي جاء في ميل رسم من رئيس ند الزمالك حالو الزمالك الآن يطلب دع في هذا الرقم لا الزمالك دلوقتي 12 مليون ما أنا بقولك دع في الرقم دع في الرقم الرسم دع في الرقم الرسم دع في العرض اللي في الوقتي الحالي أوه مش اللي في عرض الصيف طبعا الشباب يعني ما عندوش ترحيب قوي بالموضوع لأن هو ضع في الرقم اللي هو عرضه هو كان يعني دارة شباب كانت متخيلة إن الموضوع يوصل آخره كبير ويعني 7 مليون ويبقى المليون ده كمان بوناس لي علاقة بمشاركات زيزو بمسايماته مع الفريق هم عايزين يدفعوا 6 فدلوقتي هقول لك حاجة جات في خيالي دلوقتي بتاعنا نحسبها مع بعض الزمالك دلوقتي بيحاول يخلص رفع كافك دو ونت هتقول لي شوية تفاصيل فيها يعني والمشاكل اللي عنده المالية ده الحل الوحيد أنا عارف والتفاصيل كثيرة لأ مش هتكلم بقى بالصيغة دي أنا هتخيل نفس أنا الشباب وإنت الزمالك أنا ممكن أبقى عارف إن زيزو قمته 12 مليون دولار عادي أنا الشباب بس عشان عارف ظروف الزمالك اللي بيمر بيها فستة مليون سبعة مليون تمانية مليون الزمالك هيمسك فيهم ويقول لك يلا إيه آآ مبسط فالزمالك بحركة أسكى فبيعمل إيه بيحاول يخلص أموره دي كلها عشان يعرف في الآخر يتفوض على زيزو زي ما هو عايز أنا مش مالو داقة وأنا مش مزنوق فأنا هتطلب من زيزو اللي أنا عايزه هل الزمالك بيحاول يخلص أموره المالية والغرامات اللي عليه ويرفع أقف القيد عشان بعد كده يبيع زيزو بالرقم اللي هو عايزه لا صعب صعب لأنه أصلا الرقم اللي الزمالك محتاجه عشان يخلص مواضيعه مش متوفر بشكل فوري وهو بيخلص عن طريق الجدولة وهنتكلم فيها في مرحلة تالي أجميش فبالتالي هو لو الزمالك عنده سيولة المالية اللي تخليه يخلص مواضيعه وبعد كده يتفوض مع الشباب السعودي على زيزو كان ضحص لكن أنا عايز أقول لك أن القرار أصلا بيع زيزو مش متاخد يعني إدارة الزمالك مش واخد قرار ببيع الليع بس لو في 12 مليون هيبيع طب هو الشباب مش هيقدم 12 مليون افرد مش هيقدم لأن حصل مفاوضات وهم تقلهم يعني هو الزمالك الشباب مش السف الماضي كان موافع على عشرة كان متوفر وقتها المبلغ ده عندهم يعني كان متوفر في منزانيتهم هم المالية تخلي بالك أسف عمر المعطي الشباب غير الأهل والأهل والتحال مش من الأندية اللي تبع الصندوق فالأرقام دي بالنسبة لهم لأرقام كبيرة ولو الصندوق هيدعم هما هيدعم هما هيدجيب لعب وده اللي تقال أصلا للوسطى في الصفقة لو الصندوق هيدعمه وينك هيدجيب لعب أصلا في دورية أوروبا آخر عايز اسم لعب في أوروبا في أندية كبيرة يضيف على مستوى العالم طبعا إدارة الشباب عندها قناعة مليون في المية إن هو اللعيب اللي يحقق رغبتها الفنية هو زيزو يعني بدل ما جيب اسمه وهيبقى عندي مش عارف يعني هيصنع للفرق ولا لأ ولو هتجيب العب أوروبا برضو شجوب 12 يعني هتجيبه برقم أضخم من كده بكتير لا 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 بالعكس في أندية بتنتقل الدوري التركي وإنت عارف بأرقام زي كده عادي يعني أوصول إنت لو إنت عايز النجوم بتاعت الهلال والنصر اللي لسه موجودة فانديته رب تقص هتدفع أرقام يعني طبعا أنا قلت لك هو تقلهم إن هم بيفوضوا حكيم زياشهم من جلد سراي في يناير اللي جاي وقلت لك ده في حلقة قبل كده هو ساعتها يحصل لهم دعم مالي فأنا بقول لك موضوع يا زيزو صعب شوية يخرج في يناير كانت قال كلام إن فيه وفد موجود من السعادية در شباب ما بلغتش حتى الوكيل اللي هو بتوسط ما بين الناديين إن هم يرسلوا وفدة أو حاجة لأنه كان حصل تواصل مباشر وفي نفس الوقت ما فيش مرونة في الموضوع لأن الزمالك شايف إنه أقل رقم يبيع بيزيزو يعني إما ينزل في الاثناشر زي ما أنت قلت يا كريم إنها توصل للعشر تاني بس كده فأيما كما تقول لي قبل ما نروح لجيمي قوصة أقاف الكويت دي الزمالك يحلها زي أنا كان فيه تواصل مباشر مباشر مع أستاذ عمر أدم اللي هو المسؤول عن الملف ده كنت سألته على بعض النقاط الخاصة بيه والرجل مشكور أن يعني وضح لي الموضوع مش إزاي قال إن إحنا نهاية الإسبوع ده هننهي ملف رعاية سامسون وهتبقى هنا النادي الفنزويلي اللي هو كراكاس إنه هم يخلصوا معاه الجدولة وكل ده برضو زي صفقة وسامة أبو علي كده بعد الأعياد لأنه هم اتفاوضوا مع سبورتينجليشبونة على إنه هم يرسلوا مبلغ يعني مثلا ما ليكم مليون دولار ويبقوا نص مليون فمحتاجين يحولوا سبورتينجليشبونة عشان يحولوا يفعلوا الاتفاق سبورتينجليشبون لسه ما بعتش موافقة مكتوبة إنه هو خلاص وافق على الاتفاق هو لازم يبعت فالزمالك يبعت له المبلغ عشان الأمور كلها تسير في إطار الجدولة عندك كمان مساعدين فيريرا هيخدوا جزء من المستحقات وهيتبقى لهم جزء يعني هو الزمالك اتفق معاهم 90 ألف دولار ندفع دلوقتي 50-60% والباقي يعني بعد فترة والناس وافقت لهم ومساعدين فيريرا فالزمالك شغال دلوقتي على إنه يوصل يوم مثلا 15 يناير والملف مثلا يكون خلص تماما عظيم بحيث إنه لو عنده صفقات برضو يخلصه فحتة سيولة المالية هي برضو اللي أخرى شوية حاجات في جوة نازل زمالك ممتازة فبالتالي ملف إقاف القيد أتوقع ماكسمام 15 يناير مش ماكسمام يعني هو الزمالك حاطط له هو الحد الأقصى إنه هو على منتصف الشهر ولكن تعرف ممكن سبورت انجليش مون يجي في لحظة يقولك لا أنا عايز المبلغ كامل عادي جدا فوقتها الزمالك يحسب حزبته التاني فبالتالي هو الملف أستاذ عمر يادها مشغال فيه إنه هو على بعد الانتهاء من الأجازات والأعياد إنه هو يحل الموضوع يعني أقصى حاجة يكون 15 يناير الملف محلول ممتازة جيمشي أنت قلت لي إنه الأهل بيبص بره على مهاجم فلسطيني ينفع يتأيد هنا مصري هل الأهل بيبص على مهاجم مصري كبديل؟ مروان حمدي مروان حمدي مروان حمدي والناس و أنا قلت هنا قبل كده إنه إزاي مروان حمدي الحل الوحيد بالنسبة للنادي الأهلي إنه مروان حمدي مروان حمدي فيه رقم حطه النادي المصري عشان يتمي فسخ التعاقد مع مروان وبعدين مروان يبقى لعب حر بعدين ينتقل للنادي الأهلي يعني الأهلي مش هيشتري مروان حمدي من النادي المصري فالرقم اللي محطوط منتكلم في أفرج 20 مليون جنيه دي قصة كلها لوقفة هل الأهلي مش في الإجراءات دي؟ لا الراجل تلقى مكالمة وحيدة مروان تلقى مكالمة وحيدة من النادي الأهلي وكان محدد يوم السبت السبت دي لوم ثلاثة أيام إنه هتلقى مكالمة تانية عشان يعودوا المكالمة دي لم يتلقاه لحد اللحظة اللي بكلمك فيها دي يعني هو المفروض كان فيه مكالمة هتجيله يوم السبت من النادي الأهلي ما جاتلوش وارب بسبب الأعياد وارب بسبب الضغوط مستنين يحسنوا ملف الرجل الفلسطيني يشوفوا الأمور هتمشي إزاي لكن حتى اللحظة دي مروان حمدي في الصورة لكن الأهلي ما خدش أي خطوات فعلية علشان خاطر يخلص الرجل يشوف هيدوله المبلغ إزاي هيتخصم من عقده إزاي هيتحطف عقده إزاي الأمور هتمشي إزاي على الصعيد التعاقدي علشان الرجل يفسخ تعاقده مع النادي المصري وبالتالي ينتقد ليه النادي الأهلي القصة دي مرسومة قدام النادي الأهلي ده السيناريو للأهلي رسمه عشان ياخد مروان حمدي لكن هل بدأ في تنفيزه لأهل أهلي لسا بدأش في تنفيز الكلام ده هل الرجل تلقى اتصال؟ نعم تلقى اتصال لكن المفروض بيقى فيه جلسة خلال الأسبوع الجالي خلال الأسبوع اللي احنا فيه دلوقتي ده علشان مروان حمدي يقعد بالبلدي كده يحط النقط على الحروف يعرف هل أنا هروح النادي الأهلي؟ هل مش هروح؟ هل يبتري يشوف العروض اللي ممكن تبقى جيله؟ بحيث مروان كده كده هو في يناير هينتقل لأنه قاعد مجمد مع النادي المصري فهو كده كده هينتقل ومنتظر إن هو يجي له أي عارض سواء عارة أو بيع لو النادي الأهلي ما فعلش الصيغة اللي تقالت لمروان نفسه أحمد ده أمين أفه خلال الفترة اللي فاتت أحمد أمين أفه تعرض على كولر حطه في آخر ترتيبه رقم أربعة ليه؟ هو شايف الراجل إنه مروان لعيب أشمل من أفه أشمل أكثر شو مليه؟ طريقي كولر لا تحتاج مروان رغم رغم إنه اختيار مودست بالنسبالي ودلي الطريقة دي في حتة ثانية خالص ليه؟ هو الراجل دايماً بيدور على الحاجتين لعيب بيلعب راسه كويس لعيب طويل مواجم صريح وبيقدر يشتغل مع المجموعة دي كانت طلباته طول الوقت لما جي جاب مودست لأ مودست عنده لأ قليل في حتة إنه بيشتغل مع المجموعة بيشتغل مع السيستم هو مميز جداً جوة 18 في ضربات الرأس اللي هو بالمناسبة مش هقول بس ما بينقصين كده على مباراة السوبر لعيب محطة لعيب قوي جداً فيه الكرات الهوائية لكن في النهاية هو الراجل ما قالش عليه لأه ما قالش عليه لأه لكن حطه فيه آخر الترتيبة كريم يعني إحنا قلنا اللعيب الفلسطيني بعدين بعدين مروان بعدين لعيب أفريقية تحت السن بعدين أحمد أمين أفرقه مربع فأنت لو جيت لقيت لو جيت لقيت النادي الأهلي في نهاية المركات حسب معلوماتي حتى اللحظة لن يحدث أنه جاب أو تفاوض على أحمد أمين أفرقه يعرف أن الأهلي ما عرفش يخلص رقم واحد الرقم اثنين الرقم ثلاثة ورح لرقم اربعة وأخيراً إدارة النادي الأهلي شايفة أنه إدارة نادي أمبي بتغالي كثيراً جداً جداً لما الأهلي تحديداً بيطلب أي لعيب كان معايا كابتا محمد سبحانين برح وقال أنه ما فيش مشكلة بين أمبي والنادي الأهلي وهو بالنسبة لهم أنه اللعبة تحترف في أوروبا هم مش عايزين اللعبة تروح مصري تعرف أنه ندرب أصلاً سابق للأهلي هو اللي عايز أحمد أمين أفرقه ريني فيلر العرض السويسري اللي موجودة عند إدارة أمبي من سيفس سويسري اللي هو بيدربه ريني فيلر طبعاً كانت تعرف أنه فيه عرض سويسري بس أنا عايز أقولك أنه فيلر مهتم جداً بضم أحمد أمين أفرقه وحصل زوم ميتنج مع اللعب من يومين ثلاثة كده كان فيه كم سؤال موجه لللاعب على مستوى أنهم عايزين يفهموا سلوكه طريق التفكير وبيشوفوا هيكون مناسب لهم على مستوى العقل على مستوى التفكير هيناسب التواجه في الدور السويسري ولا لأ حصل زوم ميتنج معاه فيلر مهتم جداً 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 بالتعاقد معاه بعد 48 ساعة هيحصل نفس الزوم بس مع الأستاذ أيمن الشريعي اللي هو قدرت أمبي عشان يبتدوا يتفاوضوا على موضوع الماديات لو طلاقوا مادياً هتشوف أحمد أمين أوف في الدور السويسري أنا عندي نفس معلومة جيمي إن هو في ترتيب رقم 4 في الأهلي ليه؟ لأن لو رتبتلك الأندية اللي بتتفاوض فعلاً مع أوفها بشكل فيه اهتمام هو سيرفت سويسري اللي بيدربه رونيه فييلر الزمالك وقبل الزمالك كمان بيرامدز بيرامدز ثم الزمالك ثم الأهلي في المرتبة رقم 4 يعني جاي يعني لهم من بعيد بيحاول يعني إيه يبقى فيه كلام مع وكيل اللاعب بحيث إنه لو اضطر زي ما جيمي قال للسيناريو الأخير إنه هو ياخده ولكن فيه اهتمام كبير جداً من فييلر باللاعب وإنه هو يضمه لو لقوا إنه طلبات أمبي المالية في الهادية كريم اللي همش عايزين مثلاً 2 مليون دولار ومليون ونص ومليون هم عايزين برضو صفقة برقم كويس ومعقول يقدر أمبي يعمل بنود إن يستفيد مستقبلاً الزمالك مهتم بالموضوع كنت قلت لك قبل كده الزمالك عرض على اللاعب إنه هو تعال أوقع قال لهم أنا لو الزمالك طبعاً عنده القيد مفتوح أوقع الزمالك ورحب بدا ولكن في ظل إقاف القيد فأنت متفوتش معاين بيا عشان تضمني فأنأجل التوقيع برامدز بيلاحي الناد سويسري في الموضوع إنه هو بيحاولوا يشوفوا الطلبات هتبقى عاملة إزاي ممتاز بحيث يعرض الصفقة على الإدارة اللي هي موجودة اللي هم ملاكي النادي إنه هم يحسبوا القرارة محتاجينه ولا مش محتاجينه ولكن يأتي ريني فايلر في المرتبة الأولى مهتم بقفها بعد كده باهرهم بعد كده الزمالك بعد كده الأهل هاي قبل ما تقفل الموضوع قولي العرض السويسري اللي جابه الوكيل اللي بلغه الإدارة أمبي الوكيل بلغ إدارة أمبي مفيش تفاوض مالي مباشر حصل ما بين النادي وإمبي الوكيل 450 ألف دولار وتمانية في المائة من عادة البيع والرقم ده أنا بقولك مش هيعدي مليون 450 ألف دولار وتمانية في المائة من عادة البيع والرقم ده بعيد تماما تماما على الرقام اللي بتكلم فيها إمبي فقصة كلها وما فيها هتمشي حوالين مين اللي هيدفع أكتر فأحمد أمين أفا وأنا بقولك قصة العرض بتاع السويسري ده إمبي لا هيوفع الرقم ده ولا هم هيعلوا الرقم كبير يخلي إمبي أكتر وأنا موافق جيمي في موضوع الأرقام يعني أنا موافق جيمي في موضوع أكبتن محمد سمعين مبارح إن العرض مش هيوصل مثلا مليون وإمبي هيتكلم طب مليون طب 600 طب 700 طب 800 لا حقولك بصراح أكبتن محمد سمعين مبارح قال لي وكان هو بيقولي كنت في اجتماع مع الكابتن أيمان الشريعي اللي هو رئيس النادي وقاله إن هم دايما مش فارق معهم الرقم أول اللي هيبيعوا بيه في أوروبا فارق معهم أول نسبة أعادت البيع عشان هم عايزين يفضلوا يكسوا من اللاعب ويقولي هنحط كمان شروط بنسبة مشاركة اللاعب تبقى أدية عشان نضمن إنه يتقلق فيتبع بسعر كبير عندهم حسبة كده غير المقارنة بالأرقام اللي هنا بمعنى بس مش رموية وخمسينة كده صح انت عندك حقير رقم قليل بمعنى لو الرقم اللي هناك في أوروبا أقل من الرقم اللي ممكن يخضوه من نادي منتفي معاكم اليوم في المئة لكن InBee كان حاطت كده in 20% ніه حاطت 20% لأي لعيب هيطلع بره 20% من نسبة عادة البيع ومتفي معاكم اليوم في المئة هم الأولوية ليهم بره حتى لو الرقم أقل شوية لكن مش قلي كثير يعني متعجيله مليون دلار من نادي في مصر مثلا بيراميدز هيجيله مليون دلار من بيرامدز في مصر وهيبيير بربرمية وخمسين مستحيل مش هيعملك مليوندي، يتشف reconocه بخمسين. مليون دل 3 أسراخ بخمسين يتشرفo الهراء بخمسين إنصرافا على الهتياس حتى اللي جيدين. طيب يا الأسئ، السؤال اللي جاي لك يخص محمد الشوكري يا أحمد Italian Similarlyي و BU اد يا محمد شوكري. والناس يمكن اطلع كلام إنو يتحدث عن إدارة نادي الزمالك. محمد شوكري وقع لنادي الزمالك مرتين وَالزمالك مؤفقتهم مت سرTP بو احترام مرتين ما قرار بوناي فالزمالك. بعد ما جدد أحمد فتوح نادي الزمالك اللاعب نفسه غير رأيه حتى لو زمالك فاتحقك اللاعب نفسه غير رأيه تماما هو بالنسبة له قفل قصة الزمالك بالنسبة بس بطعك أنت فتوح ممكن يخرج أبا أتكلم على الوضع الحالي حتى هذه اللحظة حتى هذه اللحظة إنه محمد شكري غير رأيه تماما خاصة إنه بعد عدم متابعة بعد عدم متابعة طويلة من النادي الأهلي من وقت خروجه لحد الوقت تلقى مكالمة وحيدة السنة اللي فاتت تلقى مكالمة أخرى من ثلاثة أسابيع من أحد أعضاء اللجنة الكرة بالنادي الأهلي وتقال له كالتالي إحنا متابعينك خليك مركز إحنا ممكن ممكن نكلم إدارة سراميكا تيجي في هناير أو بالكتير هتيجي في الصيف خليك مركز إنت من ضمن أولوياتنا وفي الآخر إحنا عندنا بند أولوية إعادة استعادتك تاني أو إعادة شراءك تاني من سراميكا كليوباترا فأنت على رأس أولوياتنا إذا ما كانش في الشتاء هيكون في الصيف المكالمة دي غارق قناعية محمد شكري تماماً بأنه هو يروح سواء بقى يروح بيراميدي سواء يروح الزمالك حتى لو الفكرة اللي بقولها عمر بتكلم على الوقت الحالي والانتقالات الحالية وفتوح حتى قبل ما تروح لعمر فتوح حتى لو هيطلع مش هيطلع قبل ما الزمالك يفتح قيده فالزمالك لو فوض القيده مقفول في الانتقالات الحالية والأقرب حتى هذه اللحظة بقولك سبورت انجليشبونا مش هيوافق على طرف الأقرب حتى هذه اللحظة مش هيوافق مش هيوافق لأن سبورت انجليشبونا تدخل كل الناس خلال الأربع شهور اللي فاتوا كل الناس سبورت انجليشبونا في القضية دي من 2015 بقاله الثمان سنين قالك أنا ما عنديش ثقة في أي اتفاقات خارج هذا الإطار احنا تواصلنا ممكن ده في حلقة سابقة كريم من شهر ونص قلتلك الكلام ده تواصلنا معهم قالك احنا هناخد فلوسنا كاش وانشوت مش هنجدول نوعب بقى الزمالك عايزي قادر يدفع دلوقتي قادر يدفع بعد شوية كده كده عندنا فوائب بتعد فكده كده هناخد فلوسنا كاش وانشوت وأنا بقولك صعب جدا 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 الزمالك يوصل لاتفاق بجدولة المبلغ عشان كده قصة سبورتينج اللي شبونا هي الحاسمة بالنسبة للزمالك في فتح القدم العدم الباقي ده كله الأرقام الصغيرة دي سهل بتتجامل دلوقتي سهل بتتحلل وقت تتحلل أول عظيم ايه بحكاية فتوح لا فتوح مش يا جيمي بيقول مش قبل يناريا بقولك مش قبل الصيف بس فتوح ممكن يخرج في الصيف في الصيف في الصيف اللي جاي في وعد حصل خلال الجلسات اللي حصلت مع فتوح وكان سامير صلاح اللي هو كيلو الهولي يعني بشكل مباشر وبشكل معلن يعني انا خدنا وعد من إدارة ناتذة مالك ان لو في عرض احتراف كويس لأحمد فتوح ان الإدارة هتوافق عليه طيب هل العرض ده يا فندم في يناير لا معلش انا بس في نقطة في قصة واخد وعد بعرض احتراف كويس وعد بعرض احتراف كويس ده اللي هو من ريال مدريد بتلاتين مليون دولار يعني كويس دي بتبقى هو كويس دي كلمة مطاطة يعني اه يعني كويس دي بتبقى ايه يعني حسب القيمة المالية كريم اللي هتيجي ما طبيعي اي لعب يعني حتى زيزو اللي هو مهم جدا في الفريق لو جاتلي فيه قيمة مالية كبيرة جدا اللي هو 12 اللي زمانك عايزه على فكرة 6 أو 7 ده رقم كبير والزمانك ما فردش بزيزو فلو جيجي نفس القيمة في احمد فتوح الزمانك ممكن يوافق اما انا فهم بس هلأ أصد انه ايه بقى يعني ده سؤال الاتفاق اللي حصل يا كريم انه يتم الانتظار لكاس الأمم الأفريقية تمام يتم ساعتها يعني الحاسم وفقا لمستوى فتوح في البطولة لو في عروض لي مهمة وقوية ماليا عادي يتسوق الصيف اللي جاي المشكلة فانا بقول لي جميع انه وقتها لو وصل لفتوح عرض بعد كاس الأمم الأفريقية ممكن يتم تكسيف المنفاوضات مع شكري انه ها ينضم في الصيف طيب بمناسبة فتوح بقى اتصالح هو شكبالة ولا لسه في مشكلة لا لسه يعني ما حصلش الصلح اللي هو اللي هو الجلسة وفقا اعتاب وفقا صلح لان اللي حصل ان شكبالة كان بيتمرن جمانيزيهم فتوح كان بيتمرن في الملعب لو لما اللي اتنين في يوم كده أو يومين زيز وفتوح راحة وفي يوم عملوا ما كانوش موجودين في التمرين لان كان عندهم كشف الطبيب بتاع المنتخب لما اللي اتنين طلقوا يعني فتوح وشكبالة وما حصلش اعتاب لان كانت في مجموعات متقسمة في التمرين فما حصلش اعتاب ولا جلسة يعني سلام كده اللي هو كاننا داخلين نقول لبعض صباح الخير وخلاص يعني ما فيش كلام وفيش فتح ان هو ففكر السلام مشاهدين برضو هما ليزعلنين او شكبال ليزعلن من فتوح لان وقت المعسكر خروج فتوح وشكبالة اتكلم معايا وحصل مشكلة ما بينهم بعدك فتوح في التحقيق اللي مش اقول اللعيب بيخرج من معسكر شكبالة خرج قبل كده فاللعيب اصلا الكبار اللي في الفرقة سواء شكبالة او عبدالشافي يعني فيه هتبقى فيه قعدة معهم ويضم لهم عمر جامل كمان بصفة واحد كبات المفريق من الادارة ان هو جماعة احنا عايزين نلم شامل الفرقة بشك كامل فتوح واحد من الكبات اللي جاين في الفرقة فالادارة وفقا لتوصيلها من الجهاز الفني يعني هتبقى فيها جلسة مع كبات الفرقة ان وجماعة بعد العودة من التوقف عايزين فرقة تبقى الهدف كل واحد المنافسة على كل البطلات فيحصل جلسة ما بين كل الاطراف بتنسيق من الجهاز الفني ولكن بعد كاس الامم الافريق عظيم جيمي ليه حتى هذه اللحظة الاهلي لم يعلن ضم عمر كمان عبدالواحد رسمي صلاح محسن صلاح محسن حتى هذه اللحظة حتى هذه اللحظة رفض انه يطلع على سبيل الاعرى طيب قصة الاعرى دي انا شرحها في دقيقة لانه يملع بك شوية كل نادي ليه عدد معين من الاعراط ليه عدد معين من الاعراط فالاهلي استنفذ كل الارقام فالمفروض ان الاهلي كان هيطلع تلات لاعبين على سبيل الاعرى لفريق في يوتشف منهم اثنين اللعيبة من تحت السن معرضين اكتر من اسم ابرزه محمد خالد كواكا اللعيب الاهلي جايبه من واحد دجلة واحد من ابرز الواهب الموجودة في مصر في منتخب 2005 والتاني محمد عبدالله زميله في نفس المنتخب واحد من ابرز الواهب الموجودين في المنتخب اللي بيقوده كابتن واقي الرياض والتالت هو صلاح محسن طيب القصة بتاعت الثلاثي ماشية ازاي انه كل اللاعبين هيمضوا على عقود جديدة للنادي الاهلي تفعل هيمضوا في يناير عفوا هيمضوا في يناير انها تفعل من بداية الموسم الجديد تمام وتعتبر العقود الاهديمه لا غير يبقى انا هنا ما طلعتوش اعارة انا سبته وهو هيمضي على عقب لمدة 6 شهور او لمدة سنة ونص حسب اللي هيتم الاتفاق عليه مع فيوتشر هنا هو ماضي كأنه لعيب حر لفرقة فيوتشر كأنه لعيب حر لفرقة فيوتشر وفي نفس الوقت وماضي عقل للنادي الاهلي سيتم تسجيله مباشرة في اتحاد الكرة سواء لمحمد عبدالله احمد خالد كباكا عفوا او صلاح محصن حتى هذه اللحظة صلاح محصن رفض يعمل خطوري او بيقول هاتسيبوني سيبوني بيعوني يعني شوف هاتبعوني لأي نادي انا عندي عرض من سموحة عندي عرض من سرميكة لبطرة عندي عرض من البنك الاهلي طلعوني حسب النادي اللي انتوا شايفينه لكن طلعوني على سبيل البيع النهائي لأي نادي ايا كان ايه وبعدين انا اتفق بقى مع النادي يعني هو مشكلته انه حتى اللحظة دي ما حصلش اتفاق وحسم قصة صلاح محصن قصة عمر منتهية تماما كانت اتفاقات ما بين الاهلي وفيوتشر كانت اتفاقات ما بين الاهلي وعمر كمال عبدالرح انتهت قصة منتهية مش حتى فيها شد وجذب انتهت تماما اللعيب المعارق موافقين واللي تعرض على فيوتشر موافق فيوتشر تعالى ده ليه ثلاث لعبين موافق على الثلاثة هو بس صلاح محصن اللي معطل صلاح محصن هو اللي معطل القصة ومعطل اعلان النادي الاهل او معطل اتمام القصة على صعيد الورق بقى والتسجيل في اتحاد الكورة السؤال لو فدل صلاح محصن معاني ازاي بيقوله كده هل في بديل؟ في بديل في بديل وفيوتشر مش معطرد عليها مشكلة كلها ان اللعبين تاخد رواتب عالية فالقصة لسه برضه صلاح اللي متصدر في الصورة لكن الاهل عنده بديل عنده بديل تاني عنده بديل تاني لكن لحد اللحظة دي يمكن ابرزهم احمد عبدالقادر ابرزهم احمد عبدالقادر لكن هالا احمد قعدوا معايا تكلموا معايا قالوا لها تخش في صفقة هاللو تعمل؟ لا انا بكلمك على وجهة نظر الاهلي احمد عبدالقادر اغلب تظن في يعني خلال ايام هيبقى كمان لأ ممكن ما يطلعهش يسموح ممكن يطلع الوقرة القطري الوقرة عشان بما انك ذكرت الوقرة على عهدتهم على عهدتهم ما نقول على عهدتهم هو وكلام رسمي ما بيني وما بينهم قالك لفوضنا ولا كلمنا الكلام يتغير هل احتاج كلام ده لا لا قال بقول الكلام رسمي على عهدتهم المتحدث باسم نادي الوقرة والراجل المدير الرياضي بتاعهم قالك احنا ما فوضناش احمد عبدالقادر ما فوضناش احمد عبدالقادر حلو كلمة فوضنا احمد عبدالقادر حفاظا على انه الراجل يعني تمنى على فكرة انه ما نقولش المصدر يعني ولكن مسؤول اكبر من المتحدث الرسمي في ناري الواقرة لانه هو مخلص مع احمد عبدالقادر وتبقى بس انه يكمل الطريق مع عبدالقادر وارد انا بقول لك ده على عهدته اول امس قال ليه انه احنا ما اتكلملاش مع عبدالقادر وارد الراجل بيتحفظ علشان ما ينفعش نقوله يحب مفاوض لعيب على زيب على زيب تنادي تاني وارد جدا مدرب اجنبي او فيه مدرب اجنبي فيه مدرب اجنبي واعتبر الملف غلصان بس من فين السيولة يعني مدرب اجنبي شهرين موضى مع عقد دارة الزبالك من الحاجات اللي بالتأكيد مجاهزاها انه يبقى فيه مدير فن اجنبي الفريق كابتن معتهمت بيتم دعمه سواء اعلاميا او على المستوى الرسمي او على مستوى حتى الجلسات اللي بتحصل مع الجهاز ان يا جماعة شغلوك و احنا في ظهروك ومكملين ده طبيعي ان ادارة نادة زمالك تعمله لكن انا عارفه ان ادارة زمالك باردو عندها من الملفات اللي بتشتغل فيها ملف المدرب الاجنبي ولكن تبقى السيولة المالية هي سبب ان الموضوع متعطل هل في اسماء في كذا اسم تناقش يا كريم بس يعني مش عايزة اقولك دلوقتي الاسماء غير لما توصل لمرحلة مفوضات نهائية عشان تبقى واقعية لكن الفكرة نفسها هي وقفة على السيولة وقفة ان انت اي مدرب اجنبي هل بيتسو موسيماني داخل في السيولة تاني لا الطلباته يعني مبالغ فيها ماليا فبالتالي هو طلباته مبالغ فيها ماليا ده معناه انه في حد تتكلم معه بالتأكيد وسطاء لكن مش ممثلين رسميين لناد زمالك اللي هو اتكلم مع زوجته بصفات هم دير يتعامله لو الزمالك طب عايزين كام طب الراتب كام فالامور انا بقول لك انادي الزمالك كان مراحب بفكرة موسيماني اصلا بغض النازل ليه لا بس هما في الاول في الاخر في سقف محطوط لملف المدرب الاجنبي هو موسيماني مش هيبقى مناسب للمرحلة دي بالنسبة للبادجت اللي هيكون عام له ناد الزمالك زي ما بقول لك ملف القيد هو عشان يخلص جيمي زي ما قال لسبورتينج لشبونة ده رقم مهول باقي الاندية حتى لما تجمحها التركص او الشنبونج اللي حصل تواصل مع المحامي بتاعه كمان هتلاقي رقم مقارب من الاتنين وثلاثة اتنين واربعة حتى لو هتأجل حاجات من الرقم ده هتلاقي نفسك بتدفع واحد وستة واحد وسبعة صحيح فبالتالي بادجت المدير الفني مش هيبقى ميتين الف دولار شهريا يعني كريم ونمية خمسين الف دولار شهريا انت في الاخر هتتكلم في مدير الفني بيلعب ما بين السبعين والمية الف لو وصلت لحد اقصى فبالتالي مش شايف ان المسيماني يبقى موجود مش موجود مش موجود صحيح اعمل جبالله شرفت ونوارتك العادة دايما بسعك جدا بتواجدك معاك انا اللي جد سعيد ان موجود معاك حبيبي شي من نوارت الدنيا هاخد منك تلاتين سنة قبل ما تقلق لا تدلوش حاجة لا بصد في واحد من اللعيبة اللي كان ابنادي الزمالك متبعها بشكل قوي جدا ومضاها ومضاها تمهيدا لفتح القيد او بعد فتح القيد احد اللعبين في الدور المحترفين لاعب نادي طنطا محمد عطف واحد من اللعب انا فرجت عليه بشكل شخصي اكتر من مباراة مباراة كاملة لعيب ممتازة كريم بيلعب على صعيد الجناح من ابرز المواهب الموجودة في دور المحترفين وقع رسميا امس لنادي البنك الاهلي والنهاردة نادي البنك الاهلي بعد فاكس رسمي لنادي طنطا علشان يخلصوا القصة مع النادي هو اللعيب نفسه وقع خلاص لنادي البنك وخلاص بيخلص النهاردة نادي البنك الاهلي بعد فاكس رسمي لنادي طنطا اللي ممكن لو جيه في يناير تفرج عليه بيعمل حقا كويس ايو مع رديل بقناة ومن المناسبة كابتن طريق السيد ده وعقي عندها محاطف من ضمن الاسماء اللي هو رشح لنادي الزمالك فهو كابتن طريق كان رشح قبل كده زيزه وفتوح هو قال لي يا بشارك كابتن طريق عليه لعيب مهم جدا قال لعيب ممتاز وقال لي ان هو جناح هيبقى ليه مستقبل كويس جدا جدا صفقة خسيرة لنادي الزمالك بصراحة 30 ثانية بقوا ديها و 30 ثانية جيه بشكرك شكرا جزيلا عمرو بشكرك مرة اخرى شكرا جزيلا ده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم 10 رب تكونوا استمتعتوا معنا اشوفكم يا رب على الفخير اشتركوا في القناة